لم تعود العصمة المطلقة في يد الرجل في غزة وظفة مطلع العام القادم حيث ينتظر قانون الخلع الجديد موافقة المجلس التشريعي الذي يعطي المرأة الحق في خلع زوجها يأتي القانون الخلع ليخفف العبئ عن المرأة ويسهل لها طلبة إنهاء العلاقة هذا القانون الجديد أعد مسودته هيئة القضاء الشرعي الفلسطيني بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لكن هذا القانون وجد معارضين من أهل الشرع الديني الذين يؤكدون أن الخلع الجائزة مشروط بموافقة الزوج وفق الشريعة الإسلامية أنا أعتقد أن هناك إشكالات كبيرة جدا في هذا الأمر ولذلك لا يتم الخلع إلا بموافقة الزوج قضية ليست بمجرد الإدعاء وإنما الحجة بالحجة والدليل بالدليل والبرهان بالورهان ونحن جاهزون على أن نسمع وننصط ونرد ونجيب على أي إنسان يعارض قضية الخلع وحيث تباينت وجهة النظر القانونية والشرعية انقسم رجال غزة على قانون الخلع الذي يتيح للمرأة الانفصال عن زوجها من حقها أن تخلع وترجع له أضراره وترجع له خساره إذا بده يطلقها ممكن أما يطلقه لا وقد نجحت انتفاضة للمرأة في المطالبة بحقوقهن النسوية من خلال برامج مكثفة ومنها تلفزيونية للقفز على عرف غزة وعاداتها التي تكبح بعضا من حقوقهن كما يقولنا نساء غزة ينتفضن لحقوقهن نضال مارسته المرأة الفلسطينية ليغيرنوا واقعا يرونه حقا ويراه آخرون قفزا على العادات والتقاليد للمؤسسة اللبنانية للإرسال انترنشونال من غزة شريف النيرب